نحية اسكندرية من المحافظات اللي فيها أماكن كتيرة أثرية وأماكن أيضا مميزة كفاية أن فيها مكتبة الاسكندرية المكتبة اللي بتعتبر منارة الثقافة والعلم والمعرفة مش بس في مصر لكن في العالم النهاردة مكتبة الاسكندرية بتحتفل بمرور 20 سنة على افتتاحها وإعادة إحياءها مرة تانية المكتبة اللي بتعتبر زي ما قلتلكوا المنارة الثقافية والأبرز في مصر والعالم ومركز للإشعاع الثقافي والتنويري داخل الاسكندرية خاصة وهي بتضم عدد كبير جدا من المخطوطات والكتب لمراحل مختلفة من تاريخ الثقافة البشرية خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن فعاليات الاحتفال بـ 20 عام على إنشاء وإعادة إحياء هذا المنبر الثقافي الهام من خلال الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الاسكندرية صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فندي معنا بحديتك فندي دكتور بن بارك الحضرك في الأول على مرور 20 سنة على إعادة إحياء وافتتاح مكتبة اسكندرية وفي البداية كلمنا عن فعاليات الاحتفالية النهاردة وأبرز الفعاليات اللي هتتم فيها أولا أنا أشكر حضرتك على الاستضافة وبحييك من شاطئ الأسكندرية ومن مكتبة الأسكندرية وبحيي كل المصريين من قلب المكتبة من نحن الآن في قاعة فسيحة في المكتبة ونحن نحتفل اليوم بمرور 20 سنة على تأسيس هذه المكتبة العريقة ذلك الصرح العريق كما أشرت حضرتك الذي يعتبر منارة فكرية وثقافية ليست مصرية فقط وإنما منارة عربية ومنارة عالمية الاحتفالية اليوم هي احتفالية اليوم ثم هذه الاحتفالية سوف تستمر طيلة العام لأنه نحن عندما فكرنا في عمل احتفالية 20 سنة فقررنا أن يكون العام القادم بدءا من اليوم حتى مرور عام كامل كل الفعاليات تتم في إطار هذه الاحتفالية ونبدأها بفعالية اليوم فعالية اليوم فيها ثلاث فعاليات أساسية فرعية سوف تبدأ الاحتفالية بكلمة مني ثم يلقي الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين محاضرة عن المكتبة القديمة وعن المكتبة الحديثة طبعا هو الدكتور إسماعيل سراج الدين واحد من الذين ساهموا إساما كبيرا في هذه المكتبة وفي إدارتها لفترة طويلة من الزمن ثم نكرم الذين عملوا في المكتبة خلال العشرين سنة الماضية يعني عندنا عدد كبير من العاملين في المكتبة اشتغلوا في المكتبة بدءا من نشأتها حتى الآن بل أن بعضهم كان يعمل في المكتبة قبل أن تنشأ يعني أثناء بناء المكتبة نفسها كان في عدد يشتغل في المكتبة فيحنا عملين تكريم خاص لهم بحيث أن يكون خلال العام يعرفون أنهم قاموا بعمل كبير وأنهم ساهموا إساما كبيرا في جعل هذه المكتبة بقامتها ورفعتها التي تحتلها الآن ثم نستمع بعد ذلك إلى حفل موسيقي من خلال أركستر المكتبة المكتبة على فكرة لديها أركستر كبيرة جدا وتجري حفلات عالية القيمة ورفيعة المستوى وتعزف يعني مقطوعات من الموسيقى العالمية ومن الموسيقى الوطنية المحلية فسوف نستبع إلى مقطوعات موسيقية من الموسيقى العالمية ومن الآباني الوطنية أو الموسيقى الوطنية المصرية وفي نهاية الاحتفال سوف نكرم كما ذكرت هذا العدد من الناس الذين عملوا لمدة عشرين سنة في المكتبة وتستمر الاحتفاليات بعد ذلك لدينا بعد غد لقاء عن البيئة وعن الكون لدينا بعد ذلك لقاء عن المكتبة عن المدني لدينا بعد ذلك لقاء مع المثقفين المصريين كل الفعاليات التي تتم خلال العام تتم في إطار الاحتفاء والاحتفال بمكتبة الأسكندرية خلال العشرين سنة اللي فات صحيح يعني مسيرة عطاء لمكتبة أسكندرية هذه المسيرة تم من خلال العاملين فيها على الحفاظ على الثقافة الحفاظ على الهوية والتاريخ المصري أيضا فما فيش أحسن من يعني أن يكلل هذا العطاء بالتكريم لكن عرفنا أن على هامش الاحتفالية هيكون فيه افتتاح لمعرض مكتبة الأسكندرية في عشرين عام إيه أهم الأعمال وإيه أهم العروض الفنية اللي هتكون موجودة في هذا المعرض هو طبعا المعرض بيعرض تاريخ المكتبة يعني إحنا المكتبة يعني مرت خلال عشرين سنة بفترات كتيرة جدا وأحداث كبيرة جدا بعض هذه الأحداث عالمي وبعضها محلي وبعضها بيجمع ما بين المحلية والعالمية فإحنا برضو بنعمل لأنه دايما في الاحتفالية نحن نحيي الزاكرة ونؤسس للزاكرة بحيث أن يستمر الماضي مع الحاضر فيه تواصل مستمر ونتجه بعد ذلك إلى المستقبل يعني الأفراد الذين يرون هذه المعرضات في مكتبة الأسكندرية خلال عشرين سنة وأعتقد أن فيه كمان أفلام بتعرض هذه المسيرة بيتذكر تاريخ المكتبة ونعرف حتى الجيل الصغير الذي لم يعايش المكتبة في تاريخ العشرين الماضي يستطيع أن يعرف أن مكتبة الأسكندرية كانت وسوف تظل منارة لمصر على العالم ومنارة للعالم على مصر وتظل يعني رائضة لحوار الثقافات وحوار الحضارات والعطاء الإنساني المتدفق والانتصار الدائم للقيم الإنسانية قيم التسامح وقيم الاحترام وقيم التطوع وقيم العمل والإنجاز وأنا يعني أنتهز هذه الفرصة لكي أحيي العاملين في المكتبة لأنه المكتبة بالفعل فيها طاقة عمل طاقة بشرية صحيح هائلة جدا هي تعمل من خلال هذه الطاقة البشرية متضربين على أعلى مستوى من التدريب بيؤدوا أعمالهم بشكل يعني في مهنية عالية في درجة عالية جدا من الانضباط في المسارات اليومية في المكتبة مثلا دخول الزائرين وبالمناسبة المكتبة بيدخولها كل يوم حوالي 1500 زائر يعني ونحن نبدأ البرنامج مع حضرتك أنا شايف كان بداية الساعة التاسعة كان بداية دخول الزائرين للمكتبة وفيهم عدد كبير جدا من السياح لأنه السائحين الأجانب بيانبهروا انبهار كبير جدا بالمكتبة من حيث المعمار للمكتبة من حيث المبنى المعماري للمكتبة ومن حيث ما يوجد في المكتبة من الإمكانيات في المتحف الموجود في داخل المكتبة دار المخطوطات عندنا كمان يعني مركز يمكن يصل إلى أن يكون مركز متبيز وحصل على جائزة لرعاية الأشخاص ده والحاجات الخاصة وتعليمهم وتدريبهم وعمل ورش عمل ليهم عندنا مكتبة أطفال بتقيم يوميا ورش عمل للأطفال بتدربهم على الرسم وتنمي قدراتهم الإبداعية وكل ده دون عائد يعني دون أن تأخذ المكتبة أي شكل من أشكال الرسوم على هذه الأنشطة نعم وأنشطة أخرى طبعا قد نفصل فيها الحديث نعم دكتور أحمد يعني في الحياة في 2002 تم إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة في مشروع ضخم مشروع عملاق قامت به مصر بيئة الاشتراك مع الأمم المتحدة وتم بناء المكتبة من جديد في موقع قريب من الموقع القديم في منطقة الشطبي ماذا قدمت مكتبة إسكندرية في عشرين عام أولا المكتبة فيها ثلاث قطاعات فيها قطاعات مختلفة يعني أول قطاع فيها هو قطاع المكتبات وده اللي بيقدم الخدمة المكتبية بيقدم قدمة القراءة خدمة البحث ويقدم الخدمات الأخرى التي أشرت إلى بعضها زي المكتبات الخاصة زي مكتبة المكفوفين الأعاقة البطارية وبيساعدهم على القراءة ومكتبة ذوي الحاجات الخاصة ومكتبة الأطفال والمكتبات المتخصصة الأخرى ذائد المكتبات التي قدمها آخرون للمكتبة قدمها بعض الناس للمكتبة يعني المكتبات اللي هي بأسماء أصحابها فده قطاع كبير جدا جدا وله يعني فيه عنده قواعد بيانات في هذا القطاع نحن مشاركين في كل قواعد البيانات العالمية بحيث أنه الشخص اللي قاعد في المكتبة يستطيع أنه يدخل على أي قاعدة بيانات موجودة في العالم سواء كانت مجلات أو كتب أو يعني كما لو كانت المكتبات العالمية موجودة ومخزنة داخل المكتبة ونحن عندنا في المكتبة كومبيوتر ضخم جدا فيه الانترنت العالمي كله مخزن داخل هذا الكمبيوتر القطاع الثاني هو قطاع البحث العلمي نحن عندنا قطاع كبير اسمه قطاع البحث العلمي هذا القطاع فيه مراكز بحسية فيه مراكز بحسية في الدراسات الإسلامية وفي الدراسات القبطية وفيه دراسات المصر القديمة وفيه دراسات المرأة وفيه دراسات العلوم البينية يعني فيه في داخل هذا القطاع عدد من المراكز وهذا القطاع بيجري يعني مؤتمرات وندوات مهمة جدا ويجري بحوث واقعية ويطلع عندنا مجلات بتصدق داخل هذا القطاع عندنا مؤتمرات بتتم كنا لسه في الأسبوع الماضي عاملين لقاء معه ومؤتمر كبير مع الجانب الإيطالي وبعدين بعد كده مؤتمر كبير أيضا مع الجانب الفرنسي ويمكن ما بيمرش أسبوع إلا لما يكون فيه فاعلية يكون فيها البعد الدولي موجود القطاع الثالث هو قطاع التواصل الثقافي أو الاتصال الثقافي وده هو اللي بيقيم المؤتمرات والحفلات ويشرف على الفعاليات الخاصة بالمعارض والخاصة بالكالتنيت اللي هي المركز التراث اللي موجود في القرية الذكية واللي بيحاول أنه يوسق كل التراث المصري الطبيعي والثقافي سواء كان الثقافة المادية أو غير المادية وبيحاول أنه يقدم هذا التراث يوسقه في شكل مكتوب ثم في شكل مصور ثم في شكل مرقمن وعملية الرقمنة دي عملية مهمة جدا في المكتبة احنا بنحاول نحول كل حاجة إلى إطار رقمي الكتب بتتحول إلى كتب رقمية وأحيانا تبقى كمان كتب رقمية وصوتية وهذا في الكالتنيت أو في المركز التراث الثقافي اللي موجود في القرية الذكية بيعمل شغل عظيم جدا في هذا المدمار وبيحاول أنه يقدم هذا الكلام من خلال فعليتين الفعالية الأولى هي الكالتشرامة اللي هي كالتشر والبانورامة يعني مكان كده بيستطيع المخاهد فيه أنه هو يرى تاريخ بصر مصور وممكن يعني فكر في أي بسجد في أي كنيسة في أي محمية طبيعية في أي حيوان على أرض مصر في أي أثر على أرض مصر تجد أنه هو مدون ومسجل ويستطيع المشاهد أنه هو يشوفه على شاشة الكالتشرامة فيه كمان حاجة اسمها الحوائط الثقافية يعني صورة كده محطوطة على الحائط وفيه أبليكيشن على الموبايل لو الإنسان يحط الأبليكيشن على الموبايل بيستطيع أنه هو يحط الموبايل كده على أي صورة من الصور بتتحول فورا إلى صورة ديجيتال ويستطيع أنه هو يعرف من خلالها حتى يدخل على يدخل على فيلم يدخل على معلومات عن هذه الصورة وإحنا بنحاول أن ننشر ده خاصة الحائط المعرفي ده اسمه knowledge wall بنحاول أن ننشرها في المدارس وأنا أرسلت خطاب إلى معالي وزير التربية والتعليم بحيث أن نحن نخط في كل مدرسة من مدارس مصر هذا الحائط الثقافي الحائط المعرفي بحيث أنه الطلاب والتلاميذ الصغيرين يستطيعوا من خلال الموبايل بتاعهم أن هم يشوفوا تاريخ مصر ويشوفوا أثار مصر ويشوفوا حضارة مصر ويشوفوا طبيعة مصر ويشوفوا مصر يعني مصورة وموجودة بشكل بسيط وبشكل ميسر يستطيعون أن يفهموه بسرعة وبشكل سريع عندنا كمان حاجة مهمة جدا اسمها السفارات الثقافية أو السفارات المعرفة دي موجودة في كل الجامعات المصرية ودي عبارة عن ترمناركينة موجود في داخل الجامعة يعني مكان في داخل كل جامعة بننقل المكتبة فيه يعني يستطيع الباحث داخل أي جامعة مصرية أنه يروح للمكان ده والموظفين اللي شغالين فيه تابعين للمكتبة وإحنا اللي بنشرف عليهم وبيشرف عليهم الدكتور أشرف فراد اللي هو عميد الأسبق لكلية الأداب جامعة الأسكندرية وهذه السفارات المعرفة يستطيع الباحث داخل أي جامعة أنه يروح داخل المكان ده ويدخل على المكتبة تبقى المكتبة عنده في إيده يقدر يدخل على قواعد البيانات يقدر يدخل على الكتب يقدر يدخل على الأفلام اللي موجودة في المكتبة تستطيع هذه السفارات المعرفية أنها تقدم زاد معرفة للبحثين والطلاب الجامعات الذين يعني يجرون أبحاثا في موضوعاتهم وأنا من هذا المكان برضو نحن عندنا السفارات دي بوجودة في كل الجامعات الحكومية تقريبا معادة يمكن عدد قليل جدا من الجامعات بأهيب ببقية الجامعات وبأهيب بالجامعات الخاصة أيضا أنها تقدم على إنشاء هذه السفارة في الجامعات الخاصة بحيث أننا ننشر وأنا قد أتمنى أيضا أن تنتشر هذه السفارات المعرفة والحوائط الثقافية في المجتمع المدني لو في جامعية أهلية أو مؤسسة أهلية كبيرة وبتتعامل مع الجماهير تستطيع أن هي تستفيد من هذه الإمكانيات وأخيرا عندنا في حلوان قصر خديجة خاتون وده قصر أهدي إلى المكتبة من قبل المحافظة وهذا القصر المكتبة رممته وتقدم فيه أنشطة وفعاليات كثيرة جدا للشباب وفعاليات فنية وفعاليات ثقافية وفعاليات معرفية وعندنا أيضا أخيرهم بيت السناري وده موجود فيه منطقة السيدة زينب نحن بنعمل فيه برضو ندوات وفعاليات وأمسيات شعرية وأمسيات ثقافية المكتبة عندها إمكانيات رهيبة جدا وبتقدم أنشطة كثيرة جدا أنا أتمنى على كل إنسان مصري أنه يحاول أنه يتعرف على المكتبة لأنه أنا لحظت خلال الفترة القصيرة التي قضيتها في المكتبة أن المكتبة معروفة بره في العالم الخارجي وأكثر من هي معروفة في التفاصيل المصرية كثير من المصريين عارفينها نفسنا يعرفوها أكثر وكثير من الناس بيفهموا أن المكتبة دي وهو دل دور والمسولية المنطعة كما ذكرت حضرتك في البداية دي مكان ثقافي منارة ثقافية بتشعر ثقافة على العالم كله وهي أكبر تعتبر من أكبر المؤسسات الثقافية في العالم كله وليس في منطقة الشرق الأوسط فقط نعم يمكن وهو دل دور اللي احنا عهدناه من مكتبة إسكندرية منذ إنشاءها بنتكلم في سبع قرون وهي منبر للعلم منبر للثقافة للمعرفة يعني منارة تخرج منها الكثير من العلماء وأفادوا البشرية ككل بنشكر حضرتك دكتور أحمد دازايد رئيس مكتبة الإسكندرية ويعني 20 سنة من الإنجاز وما هو قادم سوف يكون أفضل بمشيئة المولى عز وجل شكرا لك دكتور أحمد مرة تاني